التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد عددا من نظرائه الأوروبيين في لندن لعرض نتائج اجتماع لوزان السبت حول سوريا ولم يدعى إليه الأوروبيون ولم يخرج بنتائج ملموسة وسط تبادل حد الاتهامات بين واشنطن وموسكو واعتبر مسؤولون أمريكيون أن المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لا تستطيع اتخاذ قرارات سريعة نظرا لحجمها موضحين أن اجتماع لوزان كان أكثر فائدة لأنه تركز على الدول الإقليمية الفاعلة في القضية سوريا في المقابل قالت وزارة الخارجية الروسية أن المشاركين في محادثات لوزان اتفقوا على أن سوريين وحدهم من يقررون مستقبلهم من خلال حوار يشمل كافة الأطراف كما أكدوا التزامهم بالحفاظ على سوريا موحدة وعلمانية بعدما انتهى الاجتماع دون انفراجة في الأثناء يبدو أن موسكو مصممة على الاستفادة بالشكل الأقصى من الاتفاقية التي وقعتها مع الأسد والتي تتيح لها وجودا دائما في سوريا وفي هذا الإطار انطلقت من شمال الأطلسي مجموعة سفن حربية روسية تتقدمها حاملة الطائرات كوزنيتسوف وترافقها أكبر سفينة حربية في العالم وهي سفينة بطرس الأكبر قاصدة الساحل السوري مشاهدين للمزيد ورحب ضيفي هنا في السوديو الدكتور أحمد عجاج الكاتب والمحلل السياسي ورحبك دكتور أحمد إذن نتائج لم تصدر أو لم تخرج لقاءات لوزان عن أي نتائج إذن ما الذي يريد أن يخبره جون كيرين لنظراءه الأوروبيين الحقيقة نحن نكون واقعيين جدا ونقول أن هذه الفترة هي فترة نهاية أوباما يعني نهاية مدة ولايته الرئاسية وهو خلال كل هذه الفترة السابقة لم يتخذ أي قرار بموضوع الأزمة السورية وبالتالي لأنه كان قد وعد نخبيه بأنه لن يتدخل في أمور لا تهدد المصالح الأمريكية ولا يريد أن يرسل الجنود إلى الخارج وبالتالي يوفى بوعده وهو لا يريد أن يخرق هذا الوعد أو يكسره في الفترة الأخيرة لذلك أنا أعتقد كل هذه المخباحات التي تجري الآن هي مجرد استكشاف للمرحلة القادمة التي ستتخذ فيها الإدارة الأمريكية الجديدة سياستها تجاه سوريا يعني نحن الآن نقول في الوقت الضائع الآن يعني الروس يفهمون هذه اللعبة تماما وهم يحاولون أن يحققوا أكبر مكاسب ممكنة بانتظار الإدارة الأمريكية الجديدة ليروا ماذا ستقدم وعلى أي أساس ستفوض معهم وبالتالي لا نتوقع شيئا جديدا المشكلة الآن هي أن الأوروبيون هم الذين يتزمرون من أمريكا الأوروبيون يشعرون بالخطر الروسي ليس فقط من أجل سوريا إنما تمدد الروسي وقوة روسية تشكل خطر على أوروبا يعني عندك أنت كمثال أوكرينيا وهو النزاع المجمد حاليا ضمن اتفاقية منسك وبالتالي هم يريدون أن يرسلوا رسالة قوية للروس بأنهم صارمون معهم وأنهم يفهمون أن السكوت عليهم سيشجعهم أكثر على المضي في أوروبا وتهديد الأمن الأوروبي لذلك هم يضغطون على الأمريكان ولكن دكتور أحمد عجاجي لم يطلب أحد من الولايات المتحدة أن ترسل قوات أو تشارك في الحرب في سوريا ولكنها في ذات الوقت تمنع إرسال السلاح الأسلحة النوعية إلى الثوار في سوريا وأيضا أنت قلت بأن إدارة أوباما في الوقت الضائع ولكن لديها وقت للمشاركة في معركة الموصل في العراق نعم نعم للمعركة الموصل هناك قرار قد تخذه أوباما في حمناته الانتخابية بأنه سيقضي على الإرهاب وبالتالي الإرهاب الذي قائم في العراق فهو يوفي بوعده الانتخابي أما في سوريا فليس هناك أي وعد والمسألة الأخرى أنه في العراق الأزمة محصورة بالنسبة للمتحدة الأمريكية هو لا يريد أن يتدخل عسكريا لديه مستشارين ولديه قوات عسكرية ولا يوجد تصادم مع الروس وبالتالي هي معركة آمنة مئة في المئة أما بالنسبة إلى السورية فهناك واقع قد أوجده الروس بسبب أنا برأي الغفلة الأمريكية أنا بغفلة أوباما أنا لا أعتقد أن هناك مؤامرة كما يقول الناس بين الأمريكيين والروس أنه تعالوا أضربوا سوريا ونحن وسنسكت لا هناك غفلة بمعنى أن أوباما كان يعتقد أن الروس سيغرقون في المستنقع ولن يستطيع الصمود ولكن كل شيء تبدى واتضح أن كان تقييمه خاطئا لهذا الأمر وبالتالي فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول قدر ما أمكن يعني تقليل الأخطار في سوريا وعدم يعني انجرارها إلى حرب قد تكون مباشرة مع روسيا ولكن إذا لم يكن في مواجهة مع روسيا دكتور أحمد عجاج لماذا في لقاء لوزان مثلا استبعدت الولايات المتحدة حلفاء الأوروبيين وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا نعم أنا أعتقد السبب كما قلت لك لأن الأوروبيون هم الذين يتشددون الآن أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية هم يرون الخطر الروسي بطريقة أسلم وأكثر من إدارة الأمريكية لأنهم يعرفوا تماما التمدد الروسي وتأثيره على الوحدة الأوروبية وبالتالي هم يردون من خلال سوريا إرسال رسالة قوية لروسيا وهذا ما قال وزير خارجية البريطاني وهو كان في السابق يقول وزير خارجية البريطاني قبل وصول إلى السلطة أنه لنعقد صفقة مع الأسد لكنه الآن يقول أنه يجب أن نرسل جيشا إلى سوريا يعني في التصريح والأخير اليوم يقول صحيح أنه كان تصريحا غامضا لكن كل المحلين قالوا أنه يحبث حتى إرسال جيش إلى سوريا لإرسال رسالة ليس من أجل يعني كسر الروس في سوريا لا من أجل إفهام روسيا أنه قد آن الآن الأوان للتوقف عن هذه الجنون والجموع في العلاقات الخارجية والتحاور بشكل بناء وإلا فإن الأمور ستتجه إلى مصادمة قوية الأمريكان لا يردون هذه المصادمة والأوروبيين يردونها بطريقة غير مباشرة ولكن من الواضح أن روسيا تستغل كل هذه الظروف وهي تدق حقيقة طبول الحرب في الإعلام الروسي منذ فترة هناك حديث عن حرب عالمية ثالثة ربما تجري اليوم في الأنباء أيضا روسيا ترسل نخبة أو أقوى حاملات طائراتها ومدمراتها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وكأنها تتهيأ لهذه الحرب بالمقابل الولايات المتحدة أوباما بعد لقائه مع مستشاريه في الأمن القومي خرج وتحدث فقط عن البحث عن حل سلمي نعم هدى إشكالية كبرى قم قلت لك إشكالية أوباما كيف يفكر أوباما أوباما في الثلاثة السابعة الأخيرة لن يقوم بعمل يقضي على كل مبنى خلال تلك الفترة من أنه لن يجر أمريكا إلى مستنقع آخر وخاصة في مواجهة مع روسيا وخاصة في فترة ثلاث أسابيع أخيرة لأنه يكون قد ورط الإدارة الأمريكية القادمة هو يريد أن يترك هذا الملف للإدارة الأمريكية القادمة وبالتالي سيخرج بتصريحات كثيرة السلم والأمان والأمن والتعاون لكن في النهاية الملف السوري أنا أعتقد أصبح الآن بيد الإدارة القادمة فإن كانت إدارة كلونتون فهناك نوع من الأمل بانتجاه نحو من الضغط نحو الروسية وإن كانت بيد ترامب فهناك أشكالية كبرى أيضا لكن ما أقصده الآن أن هناك نوع من الفهم الأوروبي للموضوع السوري وخاصة من ناحية بريطانيا وبالتالي من وزير خارجية بريطانيا بأنه لا يمكن أن نسمح للروس بأن يستمروا بهذه الطريقة لأن الروس يغامرون بطريقة جميلة جدا يعني كلما قالت أمريكا لا نريد أن نصطدم بالروس وأن تصبح حرب عالمية كلما تجرأ بوتين وقام بعمل أخر تماما كما حدث أيام الحرب العالمية الثانية مع هتلر هتلر كان يتدخل وكان الأوروبيون يسعون إلى ملاطفته وأعطائه شيئا من الكعك علا هو يسكت لكنه يتمدد أكثر فأكثر فالأوروبيين الآن يعرفون هذه التجربة التاريخية تماما وبدأوا يشعرون بها ولذلك أعتقد أن هناك خلاف في كيفية التعامل مع الأزمة السورية بين الأمريكان وبين الأوروبيين طيب قبل اجتماع لوزان كان هناك حديث عن أنه عن أنه اجتماع الفرصة الأخيرة ربما لمحاولة إيجاد حل ما في سوريا اليوم بعد أن خرجوا من اجتماع لوزان والحديث عن أنه لم يفضي عن شيء ماذا بعد؟ ما هي الخطوة التالية؟ ما المتوقع؟ أنا كما قلت لك لن يكون شيء متوقعا أنا أتوقع أن هناك يجب على الدول الإقليمية الفاعلة دائما أردد أن هناك المشكلة بقدر ما هي مشكلة روسية أمريكية أوروبية هي أصلا مشكلة عربية ومشكلة إقليمية تركية إيرانية أنا أعتقد أن الملف الآن السوري يكسبه بوتين على الأرض لأنه يتخطى كل الشرائع التي يؤمن بها المجتمع المتمدن حتى نسميه فهو يقصب بطريقة وحشية يخرق القانون الدولي وبالتالي يفعل ما يشاء في سوريا وبسكوت وأمريكي شرحنا سبابه لذلك على الدول الإقليمية أن تفعل شيء أنا أعتقد أن إيران قد فهمت اللعبة تماما وهي تتمدد وتركيا فهمت اللعبة تماما يعني إذا أنت نظرت الآن إلى المعركة الدابق الآن سيطروا على الدابق معناها حوالي خمس تلاف كيلو متر مربع بيد الأتراك الآن والأتراك الآن يهددون في الموصل وأنهم لن يسمحوا بين تلعفر أن تسقط بيد الحشد الشعبي لأنه فيها التركمان ولماذا تلعفر؟ لأن تلعفر إذا سقطت فسيكون هناك امتداد كردي نحو العراق السوري وهم لا يردون ذلك بمعنى أن تركيا تضمن مستقبلا بوجودا على الأرض تفاوض عليه وإيران أصلا موجودة على الأرض تفاوض أما نحن الدول العربية هم الوحيدون الذين ليس لهم وجود على الأرض لهم بعض الوجود من خلال المقاتلين السوريين لكن بعد ذلك هناك إشكالية لذلك أنا برأيي خلال هذه الفترة الضائعة يجب على العرب أن يفكروا في استراتيجية طبعا هناك إشكالية خلاف مصري سعودي لكن بالنهاية يجب أن تكون هناك استراتيجية ويجب أن هناك يكون تحرك دبلوماسي عربي تجاه مصر بشكل فاعل من أجل أن نعرف ماذا يريد هذا النظام وكيف نريد أن نحل هذه المشاكل على ذكر دابق وتنظيم الدولة الولايات المتحدة بنت استراتيجيتها في سوريا ربما على محاربة تنظيم الدولة وكان هناك حديث عن خمسة عشر سنة وثلاثين سنة من محاربة تنظيم الدولة في حين أنه اليوم ربما برأي كثيرين انهارت أسطورة تنظيم الدولة والخلافة المبنية على دابق هذا ملفنا التالي محاربة تنظيم الدولة والخلافة المتحدة